موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم سنقدم لكم صلاتة البروكولي بالطون او القرنبيت الاخضر بالطون نمرو المقادر ان شاء الله بالنسبة المقادر نحتاجه 500 جرام البروكولي اللي غسلته مزيان وقطعته قطع صغيرة وحيت له القلب دياله قشرته وحتفضت بالقلب دياله وبالنسبة للقرنبيت سلقته تقريبا مدة ديال 10 دقائق في الماء الساخن ومن بعد وضعته في الماء البارد باش نحتفضه باللون دياله ونوقفه عملية ديال الطهي ومن بعد صفيته سقطرته مزيان من الماء وغنحتاجه ايضا الميت قرام ديال الطماطم الكارزية او لطومات سوغيز اللي غسلتها وقطعتها النسفين ميت قرام ديال جازال اللي قشرته وغسلته وحكيته وحد علبة صغيرة ديال الطون اللي احتفضت بالزيت ديالها مية وربعين جرام ديال الماييس او الضرة وعندنا ايضا ميت قرام ديال الموزاريلا اللي هي خاصة بالسلاطة وقليل من الاوراق ديال الخص من اي نوع تيجبكم وعندنا ايضا ميت قرام ديال السوريمي اللي قطعته الى قطع وبالنسبة باش غد ينجمعوا هات الصلاطة ديالنا غد ينحتاجوا واحد ملعقة صغيرة ديال المطار عاصر نصف حامضة واحد ملعقة صغيرة ديال السكر الاشقر او السكر المني واحد ملعقة كبيرة ديال الخل ثلاث معالق كبار ديال زيت الزيتون والابزار والملح حسب الضوق وبالنسبة للتزيين عندي ملعقة صغيرة ديال زلجلان الاسود وزلجلان الابيض وتقريبا خمسين جرام ديال اللوز اللي هرمشتوا واحد شوية نمروا لطريقة ديال التحضير ان شاء الله اولا في وعاء غد ينوضعوا الكل من الطماطم الكارازية السوريمي البروكولي وهذا كل القلب ديال البروكولي مقطع الجازر والمايس او الضرة غد ينخلطوهم مزيان وغد يناخد واحد زلافة صغيرة غد ينوضعو فيها العاصر ديال الحامض الخل لموتار ونضيفو ايضا السكر والملح والابزار ونضيفو عليهم الطون ونحركو مزيان حتى يتمزجو لنا هاد العناصر ونعرضو نضيفوهم على السلطة ديالنا ونخلطوها مزيان وفي طبق ديال التقديم نوضعو الخص ونوضعو فوق منو السلطة ونزينوها بالزلجلان وباللوز نتمنى هاد الوصفتنا لإعجاب ديالكم وأنكم تجربوها ونطلقا من شاء الله مع وصفة أخرى ولعجباتكم الوصفة ديرو جامل لباج وبرتاجيوا الفيديو مع أصحابكم واللي بقي ما تقابونا شي تقابونا فلاشين باش يشوف الجديد وعاونونا بالآراء ديالكم اشتركوا في القناة